السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعوك يا رب أن تصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين تركتها لك يا الله ووكلت أمري كله إليك وكلتك أمري وحيرتي وشتاتي وقلة علمي وكلتك الأبواب المغلقة التي مفاتيحها بين يديك والأمور الصعبة التي تيسيرها هيّن عليك وكلتك الطرق التي لا أعلم نهايتها والمسافات التي لا أعلم حجمها فإنك خير المستودعين جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعاتنا اليوم الجمعة 16 حزيران يونيو القمر موجود الآن موعد بث الحلقة في برج الثور بعد منتصف الليل بشوي بده ينتقل وصير في الجوزة يعني بتوقيت الشرق الأوسط في ساعات الفجر القمر اليوم موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأورام والأعمال والأسحار والأشياء هاي ومن الأفضل لعدم البدء بأي شيء جديد لغاية الساعة 9.48 دقيقة من صباح اليوم الجمعة لينتقل القمر بعديها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول القمر الآن زي ما حكينا من الآن ولغاية ساعات الفجر موجود في برج الثور معناته منظل بنشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور زي ما حكينا أنه تصلح هاي الفترة أو يستحسن البدء ببرنامج الدخار أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقرات زي استئجار أو بيت أو بيع أو مثلا ديكور أو قضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز أو المناسبات العائلية بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين زحل وقولنا أنه هاي مستمرة تأثيراتها اليوم 18-6 بتسبب أنها نوع من أنواع التعب والقلق والحذر والميل للكآبة بتحد من خيالنا تجعلنا شاردين الذهن متقلبين بتعرضنا للإرهاق اللي بضر بصحتنا وبمأن عطارد وزحل انتبهوا أثناء حواراتكم وأثناء تنقلاتكم وحركاتكم أيضا من الإصابات وبعض الأعطال اللي بتصيب الأجهزة الإلكترونية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهي تأثيراتها مستمرة ليوم 21-6 طبعاً هاي ذروتها يوم 17-6 ساعة 3.29 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية تجعلنا ميالين للتسامح مرحين خفيفين الروح هذا وقت مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين بنستفيد من الراحة اللي بتوفر لنا إياها هاي الزاوية بالدعوات أو السفريات أو التسلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وتأثيراتها مستمرة ليوم 26 هاي زاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالباً بيفشلوا في ذلك تخلق لدينا رغبات غريبة بتسببنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصدقاتنا تدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل واللي ممكن أنه يسببنا اضطرابات صحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وهي تأثيراتها مستمرة ليوم 26 ستة طبعاً ذروة هاي زاوية يوم 19 ستة الساعة 53 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيج تجعل بعض الأشخاص يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع من ميلة تتبع أحلامنا ومشاريعنا وخيالنا بصير فيه نوع من أنواع الأشياء المعقدة في حياتنا فوضى، اضطراب، من ميلة حل مشاكلنا باللجوء للكحوليات أو الأدوية أو المخدرات أو المسكرات أو أي شيء بأثر على دماغنا وممكن تعرضنا لوعكات غامضة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة ليوم 22 ستة هاي بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة المستوى المادي أو الاجتماعي وعلينا مراقبة تصرفاتنا لأن نافقاتنا ممكن تتضرر ووضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير خصوصاً بالأمور المادية أو الاجتماعية إلا وأيضاً دولياً بتأثر بشكل سلبي بالنسبة للزاوية الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وقلنا أنه هاي يعني ذروتها بعد قليل ولكن أنه يعني ساعة 9 و 18 دقيقة من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش ولكنها بتستمر من الآن موعد بث الحلقة وحتى صباح يوم الجمعة هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليت أنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل ويعني زاوية قوية وإيجابية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي ذروتها الساعة وحدة و 36 دقيقة من صباح اليوم الجمعة تأثراتها برضو من الآن وبتستمر حتى عصر يوم الجمعة بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة برضو تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية عالية جدا وطاقة روحانية وبتدفعنا الإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة وحدة و 36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة وحدة وخمسة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الثور يعني مدة خلو المسار تقريبا بحدود يعني 9 دقائق ولكن هاي فترة دائما منحكينها لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال الأعمال اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة وحدة وخمسة واربعين دقيقة صباحا القمر خلص بنتقل وبصير في برج الجوزاء يعني أغلب اليوم رح يكون في برج الجوزاء القمر ومننشط في اتصالاتنا منشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهي ذروتها الساعة الثلاثة وتسعة عشر دقيقة عصر اليوم الجمعة ابتبدأ تأثيراتها من صباح يوم الجمعة وبتستمر حتى صباح يوم السبت تقريبا من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا إننا بذل جهد لن يتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر وتجعل عزيمتنا ضعيفة منكون متقلبين وغير راضيين المزاج عندنا بيلعب دور كبير خلال هذا اليوم كثير بصير عندنا حالات النقد والعناد والميل للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي ذروتها الساعة 7.11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الجمعة تأثراتها من صباح يوم الجمعة وحتى ظهر يوم السب بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأمور التجارية بصير في عنا ثقة بأنفسنا نتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية ازدروتها الساعة 8.56 دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش بتبدأ تأثراتها من ظهر يوم الجمعة وبتستمر حتى صباح يوم السبت هاي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم بتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا بتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا خلال هذا اليوم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا من الآن ولغاية ساعات الفجر تقريبا العنق والحنجرة والحبال الصوتي الغد الدرقي اللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعات الفجر وما بعد يعني طيلة النهار عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائية والريئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار والجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل بالعكس الأمور ممتازة جدا وخصوصا طيلة النهار مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يتواجد في برج الجوزاء قلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد ثمنتعاش ثمنتعاش ستة ببدأ قلو المسار الساعة ستة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة عشرة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا لينتقل بعديها القمر لبرج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره سبعة وعشرين يوم في تمام الساعة اتناعش وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينتش بصير عمره ثمانية وعشرين يوم نسبة الإضاءة اثنين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة منتحس الآن بنسبة عشر في المية وطيلة النهار رح تضل بنفس النسبة القمر زي ما حكينا الآن في الثور وبدو ينتقل للجوزاء ورح يضل في الجوزاء ليوم ثمانتاش ستة هو الآن سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة خمس واربعين في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم سبعة وعشرين ستة سعيد بنسبة عشرة في المية الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 50% المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 4 تسعة سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة يعني يوم غد بده يبدأ بعملية التراجع سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدب يتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 15% ياريت أنه ما تنسوا تحطوا لايك أو ديس لايك أو كومنت أو تعليق أو صلاة عن نبيه ذكر الله أي كلمة طيبة تطلع منكم خلال هذا اليوم عشان عارفين أنه اليوم الجمعة عشان الدعاء فكثير بيجي ديس لايك على الحلقة فياريت تنشطوا اليوم في هذا الموضوع وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الفجر بيظل في فرص مالية بتكون مفاجئة أو بتدخل تحسين على ميزانيتنا نهتم بالمسائل المالية كثير ممكن نحصل على بعض المكاسب المالية من دعم مستحقات أو بعض الاهتمامات بالفواتير أو الدفعات أو من عمل إضافي أو هدايا مثلا أما من ساعات الفجر هنا بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات بصير اليوم حافل بالحركة والاتصالات بشكل كبير بيوم مناسب للخروج بنزهة قصيرة وبإمكانكم تتعاملوا مع الإخوة ومع الجيران الأجواء جيدة وداعمة بشكل قوي حتى على المستوى العاطفي وعلى الاهتمام بالسيارات أو الإلكترونية يعني جو ممتاز جدا حتى بالأمور التجارية والتسويق والإقناع بوجهة نظرنا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقاتكم بأنفسكم كبيرة بالعكس الآن الثقة صارت عالية جدا وصار عندكم خطط معينة أو في عندكم شيء معين حابين تعملوه اليوم وهو رح يتركز على الوضع المالي إجمالا أو تحسين وضعكم المالي فعشان هيك حاولوا تستغلوا هذا اليوم بطاقتكم القسوة لأنه الفرص الكبيرة بتظل ثقة ممتازة لغاية ساعات الفجر حيوية وهدوء كامل تقريبا من ساعات الفجر الأجواب تصير تركز على الأمور المالية فبتحمل لكم فرص مالية بتيجي على الأغلب من عمل إضافي أو مستردات هباد دعم أو الاهتمام ببعض المسائل المادية يبتنشطوا بالاتصالات والزيارات يبتهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن يتعالجوا مسائل إدارية أو تمولية أو أوراق بتطلب توقيع أو مراجعة مؤسسات معنية بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الفجر فعشان هيك بتظل هاي الأوقات بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني إنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم حاولوا إنكم ما تتخذوا أي قرارات حاسمة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح هنا بصير القمر موجود عندكم ثقتكم بأنفسكم بتصير كبيرة بيعومكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي طبعا القمر رح يجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية تقدر إنك اليوم تبذل كل جهدك لتحقيق كل الأشياء اللي تعطلت في الأيام الماضية طاقتك وحيويتك وعاطفتك ممتاز جدا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بظل في نشاط اجتماعي ولكن بدأ الضغط إنال منكم لأنه الآن القمر بيقترب من بيت المتاعب في سوء تفاهم أو إنزعاج أو حساسية زيادة من بعض الأصحاب أو الأحبة أو المقربين لإلك فحاول قدر الإمكان تضبط أعصابك بعلاقاتك الاجتماعية صحيح أنه رح يظل ساعات الفجر في نشاط اجتماعي وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن زي ما حكينا ضبط الأعصاب مطلوب أما من ساعات الفجر فهنا القمر خلص بوصل لبيت المتاعب رح يظل يوم الأحد فبتصير هاي الفترة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني إنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ولا تراهنوا على الحضوض ممكن تعانوا من ركود ومراوحة المكان فما تجازفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار مشوشة والظروف مخيبة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة فبتظل الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين بشكل جيد أهم إشي إنه ما تجازفوا ما تغامروا ما تخالفوا القوانين أما من ساعات الفجر وما بعد هنا رح تسعدوا من لقاء الأصدقاء خلال هذا اليوم وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته الأجواء ممتازة جدا والرياح بتمشي معك مثل ما بدك روم بعض الضغوط أهم شي إنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم أو التأييد فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة تتلاقها مع طموحاتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بيظل النشاط بالاتصالات البعيدة والحوارات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد على مستوى الامتحانات واللقاءات العاطفية للفجر ممتازة جدا ابتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم أما من ساعات الفجر وما بعد يعني طيلة اليوم بصير هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد أفراد العائلة أو مواجهة مسؤولية أو عبء مهني أهمش أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة وبرضو في نفس اللحظة حاول أنك ما تدخل بأي صدام مع أحد وما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الأجواء بتظل تركز على الأموال المشتركة فبظل في فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض من الآن ولغاية ساعات الفجر وبرضو صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء أن تهتموا بالأمور المالية بشكل جيد لا تقرضوا مال وما تضمنوا أحد أو تكفلوا أحد أما في ساعات الفجر وما بعد بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور لها علاقة بالسفر والاتصالات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبترتفع فرص النجاح أيضا بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار تفرح بخبر أو تجاوب معك إن كان على مستوى الدراسي مستوى السفر مستوى العاطفة الأجواء إيجابية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا ما زال القمر موجود مقابلكم لغاية ساعات الفجر فعشان هيك بتظل الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم أو تقرب من شراكاتكم سواء بالعمل أو بالعاطفة ولكن زي ما حكينا بدون انفعال ولا عصبية ولا مشاكل أما من ساعات الفجر فهنا بتتغير الأوضاع بشكل جذري لصالحكم بمنحكم هذا اليوم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكروا بمستقبلكم وراح تشيخو خدكم وتأخذ المبادرة بالاتجاه المذكور أهم شيء إنك قدم التنازلات اليوم وتراجع عن خطوات وقرارات سببت لك إزعاج وعدوات بالفترة الماضية عشان تمشي الأمور لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة عالية جدا على إنجاز الكثير من الأعمال صحيح إنه ممكن شوي تشعر بالضغط أو الارتباك أو القلق من وضع ما إلو علاقة بالعمل أو زملائك مثلا أو سوء تفاهم ولكن على المستوى الصحي برضو بدك تنتبه طبعا لغاية ساعات الفجر لأن القمر الآن بدأ بمراحل المقابلة فطاقتك ضعيف جدا عشان هيكم نحذر من موضوع الصحة بشكل كبير والعصبية أيضا من ساعات الفجر خلص القمر بصير موجود مقابلك تماما بصير هذا اليوم مناسب لا القيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أو تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو اتفاق أو مصالحة أهم إشي أنك تحذروا من الإنفعالات لأنه بالفترة هاي بيصعب التفاهم معكم نظرا لحسسيتكم وعصبيتكم ممكن تدخل حالك بمشكلة أنت بغنى عنها إذا فقدت السيطرة على أعصابك برضو بدك تنتبه لصحتك ابعد عن المشاكل نهائيا وما تتخذ قرارات حاسمة لأنه طاقتك ضعيفة وممكن تكون متسرع باتخاذ القرارات فالهدوء مطلوب برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا من الآن ولغاية ساعات الفجر برضو بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وببوسعكم ممارسة نشاط فني الأجواء جيدة عاطفيا وحيويا وحتى على مستوى الحظوظ بتدعمكم بشكل جيد وحتى التقارب من الأحبة والأبناء الأمور الترفيهية التجميلية ممتازة جدا لغاية ساعات الفجر من ساعات الفجر هنا القمر بصير موجود يعني في البيت السادس ببدأ العمل بتراكم بصير عندكم انشغلات كثيرة خلال هذا اليوم والتزامات كثيرة بتكو ترتبوا أعمالكم أو تطوروا أعمالكم أو بداية عمل جديد أهم إشي أنه أنتوا عندكم قدرة على إنجاز لكثير من الأعمال ولكن بتكو تنظموا جدول أعمالكم بشكل جيد عشان ما تعملوا بشكل إضافي ونظموا جدول غذائكم وخذوا قصد كافي من الراحة وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية ركز على الأمور اللي ممكن تحصد من خلالها النجاح والأرباح برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية الأجواء جيدة على مستوى البيت في نوع من أنواع الاستقرار أو الاهتمام أو الفرحة أو المناسبات اللي لها علاقة بالبيت والعائلة أو الاهتمام بمسائل العقارات يعني الشؤون العائلية هي اللي بتلعب دور لغاية ساعات الفجر أما من ساعات الفجر وما بعد هنا الأجواء بتصير سحرية جدا بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا بتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء ما تستسلموا بل كرروا المحاولات بترغبوا في استكشاف مناطق جديدة بتميلوا للسفر أو المشاركة في رحلة عمل الأجواء رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون فيها قلق حول أحد الأحبة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات والنشاط والحوار لغاية ساعات الصباح والأجواء جيدة ودعم لإلكم وطاقتكم ما زالت ممتازة جدا ممكن يكون لكم تعامل مع أخ أو جار أو مع الحبيب تحديدا يعني فيه أجواء مستقرة لكن ما تفقد أعصابك أما من ساعات الفجر هنا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أو تعزيز الروابط العائلية أو المناسبات العائلية أهمش أنه ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج حاول أنك تسعى لتحسين موقعك في العمل لتثبيته قدم المساعدة لللي بيحتاجها ولكن زي ما حكينا في مسائل عائلية أو بيتية بتطلب منك الاهتمام وأيضا حل هاي الأمور بعقلانية مش بعصبية حطيتوا اللايك والديسلايك واشتركتوا بالقناة خصوصا الأشخاص اللي مش مشتركين ياريت تشتركوا وتتابعوا وبرضو لا تنسوا تحطوا اللايك والدعم بكلمة أو أي شيء المهم يكون لكم نشاط واضح هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء